أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى لبيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين منذ عهد آدم إلى قيام يوم الدين أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعزي النبي محمد صلى الله عليه وآله وبقية الخمسة أهل الكسا والتسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين ولسيما صاحب العصر والزمان بمناسبة استشهاد أبي عبد الله الحسين سلام الله عليها وكذلك نعزي فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وزينب الكبرى وأم المؤنين سلام الله عليهم بهذه المصاب وخصوصا مصيبة عبد الله الرضي الحقيقة علامة بعد علامة وآية بعد آية تبين منزلة هذا الرضيع الصغير ومقامه وكمالاته الإلهية الذي جاهد بها مع أبيه الإمام الحسين وكما نبين في كل حلقة وسنبين كذلك هناك قول آخر يبين هذا الموضوع كما ينقل الإمام الباقر سلام الله عليه نحن قوم لا يقاس بنا أحد ومن قاس بنا أحد من البشر فقد كفر بمعنى لا ينظر إلى الرضيع أنه حاله حال أي رضيع ثاني ولذلك هو سلام الله عليه الحقيقة من البشر الذي استخلصه الله سبحانه وتعالى لنفسه الله سبحانه وتعالى يصطفي بعض البشر ليكون مخصوصا به يعني مثلا الوحيد الذي نعته المعصوم بقتيل الله هل إن لله قتيل؟ نعم الحسين قتيل الله يقول له الإمام الصادق في إحدى الزيارات السلام عليك يا قتيل الله والحقيقة الله سبحانه وتعالى يستخلص قسم من البشر لتكون معاجزه على يد ذلك البشر في خلقه الحقيقة في هذه الحلقة بعدما استشهد الرضيع عليه السلام ورمى أبيه دمه إلى السماء ولم تسقط منها قطرين ينقل العلامة عبد الرزاق المقرم في كتابه مقتل الإمام الحسين بأن نداء من السماء ورد وقال دعه يا حسين فإن له مرضعا في الجنة الحادثة مشهورة نحن الحقيقة في هذا البرنامج نحلل ونفكك العبارات التي وردت بطريقة الانتفاة إلى منزلة هذا الرضيع لاحظوا الوحيد وحيد وتلك مخصوصة كما بينا في الحلقة السابقة كانت لديه خصوصية الوحيد الذي دفنه الوحيد الذي صلع عليه الوحيد الذي دفنه مرتين حقيقة معاجز كثيرة صدرت على يد هذا الطفل الرضيع ومن تلك المعاجز هذا النداء وكما يبيننا في أحدى الحلقات النداء أنواع هنا نداء من الله إلى الأنبياء والرسل ونداء من الله إلى المؤمنين وهناك نداء من الأنبياء إلى الناس وهناك نداء من الملائكة الذي هو جبرائيل سلام الله عليه حينما ينادي حينما نادى بعد مقتل واستشهاد الإمام علي عليه السلام تهدمت والله أركان الهدى أو المشهور عندنا في الروايات النداء في آخر الزمان لصاحب العصر والزمان حينما يظهر فالنداء قضية ثقافة قرآنية موجودة لكن في هذه الخصوصية خرج نداء من السماء يقول دأه يا حسين فأن له مرضعا في الجنة وكما يذكر كتاب مقتل عبد الرزاق المقرم في كتاب مقتل الإمام الحسين أو الآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب صورة قاف آية رقم 41 على ضوء هذه على ضوء هذا النداء السؤال المنطقي الذي يسأل وقد سؤل الإمام الصادق في هذا الموضوع النداء جاء بصيغة مرضعا في الجنة وليست مرضعة في الجنة الحقيقة السؤال يقال هكذا لماذا جاءت مرضعا وليست مرضعة ورد عن أهل البيت سنذكر الرواية التي تقول بهذا بأن هناك منظومة كاملة موجودة في الجنة تستقبل أطفال المؤمنين الذين يموتون والذين يقتلون يرضعونهم وهم صغارا في الجنة من مسؤول هذه المنظومة؟ المسؤول على هذه المنظومة الزهراء سلام الله عليها حيث إنها تتلقى هؤلاء الأطفال الرضع وجميع من يقتل من الرضع في هذا الزمان وفي كل مكان والظلم موجود ومستمر من بني آدم مع الأسف أن هذه البشرية في بعض الأحيان صيرون كالأنعام بل أظل سبيلا كما تذكر الآية وإلا ما ذنب الرضيع يقتل ما ظنب الأطفال تذباح وهم ليسوا معنيين بأي حرب ولكن ظلم بني آدم يصل إلى مرحلة كالأنعام بل أظل سبيلا هذه الرواية روية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى مناديا في ملكوت السماوات والأرض ألا أن فلان ابن فلان قد مات فإن كان مات والداه أو أحداهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغدوه ومن ثم يدفع إلى فاطمة عليها السلام تغذيه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهله فتدفعه إليه لاحظوا الطفل اللي أبواه مؤمنين وهو يذهب إلى الجنة تحتضن الزهراء سلامة طبعا الطفل العادي وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه سئل عن هذا الموضوع وقال إن الله تبارك وتعالى كفل إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذونهم بشجرة في الجنة في الجنة في قصر من درة المصدر بهذه الرواية من لا يحضره الفقيه جزء الثالث صفحة أربعمية وتسعين وفي رواية أخرى سأل جميل ابن دراج سأل الإمام الصادق سلام الله عليه وقال عن أطفال أطفال الأنبياء أطفال الأنبياء عليهم السلام قال هم ليسوا كأطفال الناس لاحظ جواب الإمام الصادق لاحظوا هنا هذا دائما من قلنا من يقول الإمام الباقر نحن قوم لا يقاس بنا أحد هنا أكو إشارة بعد أكثر عمومية ذي شيء خاصة هاي عامة اللي هي من سأل هذا الصحابي اللي هو جميل ابن دراج سأل أبي عبد الله الإمام الصادق عن أطفال الأنبياء فقال الإمام هم ليسوا كأطفال الناس وقال الصادق مات إبراهيم وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله النبي لديه كذلك أطفال ماتوا ولم يقتلوا ولكن ماتوا وهو منهم إبراهيم عليه السلام مات وهو ثمنطعش شهر عمره يعني بعد طفل فسألوا الإمام الصادق قالوا لأين يذهب قال هو يذهب فإن له مرضعا بالجنة حاله حال النداء الذي ورد في طف كربلا حينما جاء النداء داعه يا حسين فأن له مرضعا في الجنة على هذا الأساس إذا كانت تلك بالعموميات فما هي خصوصية عبد الله الرضيع الحقيقة وهو ابن الإمام الحسين حيث أنه له هذا المقام وتلك المنزل العظيمة عند الله وهو من اختصه من طينة طاهرة ومطهرة من بين هؤلاء الأطفال حيث أنه رضيع الإمام الحسين عليه السلام والحقيقة سيكون لنا في إحدى الحلقات إشارة إلى الزهراء سلام الله عليها ويعني الحقيقة اهتمامها بالحسين وبعياله في كثير من الروايات الواردة فكيف تكون خصوصية هذا الرضيع عند الزهراء وعند أهل البيت وعند الباري عز وجل سلام الله عليهم ولذلك فأن الإمام عليه السلام من بعد ما سمع هذا النداء تفهمه وعدركه أمر أن الرضيع بعد هذا النداء استنهض العزيمة وذهب ودفنه وهو مؤمنا عليه بأن له مرضعا في الجنة وأن له مقاما ومنزلة الله سبحانه وتعالى جعلها له في الدنيا وفي الآخرة ومن مننا حقيقة يعني من مننا ما يتمنى أنه ابن الرضيع يروح بحضم الزهرة يعني الزهراء إذا كانت هي التي تحتضن الرضيع وفي الجنة فهذا بالعموميات الحقيقة منزل أو مقام يعني ما أعتقد واحد ما يتمناها فكيف عبد الله الرضيع الذي جاهد بنفسه ونصر أبيه فأكيدا له خصوصية تلك الخصوصية جاءت بهذا النداء السماوي الذي هو الوحيد الذي نادى عليه يعني مع الملاحظة أن هناك أطفال كذلك قتلوا في طف كربلاء ترى الروايات ما تذكروا أنه رضيع واحد للحسين أكو رضيع ثاني أكو رضيع ثالث أكو رضيع يعني حتى أكو صغير للحسن سلام الله عليه لكن كلهم في كفة وعبد الله الرضيع في كفة لماذا؟ لأنه كان مجاهدا وذو مقام ومنزل لا يعلم به إلا الله ونحن من هذا البرنامج نحاول أن نحلل ونبين بعض أسرار عبد الله الرضيع ومقاماته والبقية أناشد جميع الباحثين والمفكرين والعلماء في بيان تلك الأسرار وإظهارها بشكل مفصل حتى نعرف من هذا الصغير الذي عمره ست شهر وجاهد ونصر وقاتل مع أبيه فالسلام عليه يوم ولده ويوم استشهده ويوم يبعث حياه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة